طيب اسمحولي اخد حضراتكم لموضوع تاني مفرح جدا احنا كل يوم بنتبع مع حضراتكم مارثون الانتخابات البرلمانية منبارح كان في حدث مهم وتجمع يعني كل حب وصدق واخلاص منبارح كان في مؤتمر جماهيري حاشد لرجل الصناعة والاقتصاد الوطني النائب محمد ابو العنين كان من اهالي الدقي زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي الصور على الشاشة المؤتمر ده كان بيجمع اهالي الدقي المحترمين الكرام من الفئات المختلفة والفئات العمرية المختلفة كلهم كانوا متجمعين على حاجة واحدة على دعم وتأييد وحب للنائب محمد ابو العنين اللي دايما كان واقف ولا زال في ظهرهم ويمكن النائب محمد ابو العنين من النادر ان انت تلاقي رجل يجتمع على حبه يعني اهالي دايرته وده ليه لان هو دايما كان موجود بالمناسبة سواء موجود في البرلمان او مش موجود في البرلمان هو طول الوقت كان موجود معاهم خير دعم وخير صند مفيش حد ابدا كان بيلجأ له غير وهو دايما يكون في ظهره بحبه وباخلاص وبصدق وده نحط تحته مئة الف خطه بالمناسبة ده مش كلامي ده كلام الاهالي المحترمين اللي كانوا متجمعين امبارح من كل مكان فيه الدقي سليمان جوهر ويه اولاد عزبة علام ويه ارض اللوة يعني حتى كمان من المهندسين كان فيه مناطق كتيرة جدا كانوا موجودين والمكان بصراحة يعني ما كانش فيه كرسي فاضي لدرجة الناس كمان كانت وقفة امبارح نائب محمد ابو العنين كان بيتكلم على انه عنده طاقة لتقديم المزيد والمزيد من الدعم لأهالي دايرته في الجيزة الدقي والعجوزة والجيزة بشكل عام